اسمك ايه؟ حميد محمد بوذربالة من فين يا حميد؟ من مدينة زالة انت من قبيلة ايه؟ من قبيلة اولادة خريص عندك كم سنة؟ 23 سنة كنت بتشتغل ايه؟ كنت صواج ايلات ثقيلة وكراب كبار كنت بتكسب كم في الشهر؟ كنت نختم بالنسبة بلان 500 600 700 كنت متجاوز عندك اطفال؟ لا انضميت ام تبعا للميليشيات والمسلحين؟ انضميت في 2016 سنة جفت 2016 مع مين؟ مع المصطفى الشركسي مصطفى الشركسي انضميت له ازاي؟ انضميت لشباب الصحابي هذين قريب انضموا في عمل في واحد معنا جاءنا فيه عمل عند في القاعدة جفرة قاعدة جفرة هون انضموا بنمشوا بنقعدوا يبو ناس في الحارس منشيات النفضية يبو مطاونين خلاص وعقود مرتبات في الشهر كم؟ 1500 خلاص مرتبات في الشهر وانضمينا معهم وبعدها طبعا القوة هذي تمثل من المصطفى الشركسي ومعاه واحد ينقل فرج الشكو ومعاه هما طبعا انتبع المهدي برغثي وهذا اللي انقل الفرج الشكو والشركسي هذين انتبع القاعدة هما يرجع القاعدة وانضموا وتبع الحكومة الوفاق يتبعوا الحكومة الوفاق فالطبعا هما ما عندهم مش اي شرعية لعندهم اي شي يبو يضغطوا يبو حاجة يديروها هما عن رواح وميك يبو يضغط على العالم ففكروا انهم بيمشوا للمواني النفضية شو المواني النفضية لقوا الجيش فالجيش صدى لهم وخسروا واصلوا ضربوا وانسحبوا انسحبوا من المواني النفضية انت كان دورك ايه مع مصطفى الشركسي كانت ايه مهمتك انا كنت لكنت عليه سيارة رامي دوشكا كنت مستلم سلاح مستلم سلاح مستلم تسلاح ايه السلام السلاح الشخصي كلاشنكوف ودخلت اشتباكات مع الجيش الليبي خرجت اشتباكات مع الجيش الليبي في المنائز الصدرة فيبقى ليبي بيقت الليبي ايه فكرتش تسيب التنظيم ده تسيب الميليشيا ديو ياه 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 ودي بعد اه تولى الامر الله ووقعه ان شاء الله ربي يتوب علينا يعني اللي خليك تؤفت اتلي بزيك اللهي من ذو واحد يبي يعمل ويبي يخدم اختار مكان الغلط اختار اللي هو التنظيم هذا وهو التنظيم هذا يبي يكسب الرأي العام يبي يكسب السمعة ويبي يكسب اللي بيش يضغط على العالم قلتلك بش يقعد عنده صيت وعنده سمعة في اله وفا ما نجحش فيه البرنامج جذر غبض عليك امتى احمد؟ غبض علي يوم ثمانية اطناش 2016 وما قالوا لك ايه علشان تقف تقتلي بزيك يعني ايه اللي تقلك ضحكوا عليك ازاي اقنعوك ازاي اقنعوني قالوا لي فيها مرتزقة وفيها عد المساواة في المواني يحرصوا في المواني ونبوه ليبيين خلاص بعد مشينا غادل المواني فوجئت الجيش الكلام اللي يقولوا فيه هذا ما فيش منه اللي هو العد المساواة والمرتزقة نقيتهم ليبيين زي زيهم اشتركوا في القناة